السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى دورة برمجة المتحكمات مع عائلة إذ آر بلغة البرمجة C نتمنى أن نستمتع سويا في هذه الدورة ككل الدورات في أي مجال لن توصلنا إلى الاحتراف يجب عليك بعد الانتهاء من هذه الدورة التعمق والتمحيص والبحث أكثر في الأفكار والمواضيع النظرية التي تم التطرق إليها سنؤسس لك قاعدة بين الأفكار النظرية والعملية ونحاول أن نشرح معظم الأفكار أو نغطي معظم الأفكار التي تدور حولها المايكرو كونترولرز ثم مهمتك بعد الانتهاء من هذه الدورة التعمق أكثر في المجالات الاتصالي إلى الاحتراف لنبدأ على بركة الله طبعا دورة البرمجة برمجة المتحكمات تقديم مهندس حمد أيثم القاضي مهندس حمد سوفيان حبوباتي والمحديثكم محمد منذير السلخ طبعا هذا الفيديو سيكون عبارة عن مقدمة تعريفية عن المايكرو كونترولرز بشكل عام وعن العائلة ABR بشكل خاص موضوعات اليوم ستكون على الشكل التالي أولا أصناف الآرات المتكاملة معيارية تصميم بنية المعالجات ومن ثم بناء المسجلات في المعالجات ينتقل إلى المقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات المصغرة حصرا 8بيتز مايكرو كونترولرز نتكلم أكثر تخصصا عن العائلة AVR وعن عائلات العائلة AVR عائلات متحكمات AVR التي تنتجها شركة 8مل نحاول قراءة تكويت متحكمات العائلة AVR والبنية الداخلية للعائلة AVR الزواكر وإشارات التوقيت ومصادر إشارات التوقيت طبعا كما تحدثنا سنبدأ أولا بالأنظمة المدمجة حتى نتعرف أكثر عن المايكرو كونترولرز يجب علينا أن نعرف أولا ما هي الأنظمة المدمجة هذه هي أحد معالجات 8مل 891 SAM وهي أحد الأنظمة المدمجة طبعا المايكرو كونترولرز تتفرع من الأنظمة المدمجة ولكن ما هي الأنظمة المدمجة؟ الأنظمة المدمجة هي تقنية تهدف إلى دمج عدة وظائف سواء كانت هاردوير أو سوفتوير لدمجها في قطعة واحدة معينة دون الحاجة لتعداد الكثير الكثير من القطعة أين نجد الأنظمة المدمجة؟ نجد الأنظمة المدمجة في أجهزة الاتصال، في النقل، في أنصاف النواقل أو الإي سيز التي نتحدث عنها، في الإلكترونيات، الحواسب، في الصناعات العسكرية، في الصناعات النسيج يمكننا القول ببساطة أن الأنظمة المدمجة باتت تشكل بنيان التطور التكنولوجي للحضارات لنتعمق أكثر، لنتحدث عن ما هو بين أيدينا، البيت توبيت رولز، ما هي قاعدة البيت توبيت؟ قاعدة البيت توبيت تتكلم عن توزع وانتشار الأنظمة المدمجة في عالمنا الخاص من الاستيقاظ صباحا حتى العودة إلى النوم، طبعا نراحز كما هو موضح في الشكل من مربح الاستيقاظ إلى البراد إلى السيارة، ثم نزهب إلى العمل جهاز الو اي بي فون، الطابعة، مشغلات الميديا، جيسر الرياضة، التلفزيون، المايكروويف، ومن ثم نعودة إلى البيت بإمكاني القول حتى أن السرير قد أضيفت إليها الامبتد سيستمز، نلاحظ بعض الأسرة الحديثة بإدماجها مع الأنظمة المدمجة لنحصل على سرير إلكتروني، يؤدي وظيفة معينة طبعا الدارات المتكاملة هي بحر كبير، لا يمكننا تخصيصه وهو أتكلم عنه بشكل كبير عام، وإنما سنقوم بتحدث عن جزء صغير منه وهو المايكرو كونترولر كما تلاحظون، هناك عدة أنواع من الأنظارات متكاملة، كالـ Special Purpose Semiconductors كالـ DSP Digital Signal Processing, COC, ASSP, ACIC، ننتكلم عنها، والـ Standard Project، Standard Project هي AIC تواجهنا، كل الإيسيات تقريبا ذات الوظائف المعينة، هي Standard Project ثم نتجه إلى الـ General Purpose Digital ICs، لها نوعان التي تبرمج برمج بواسطة العتاديات التي تبرمج بواسطة العتاديات كـ FGA و PLD، أما موضوع اهتمامنا وهي Software Programmable المايكرو بروسسورز والمايكرو كونترولرز، كما نلاحظ أن المايكرو كونترولرز هي فرع صغير من ججرة الـ Digital ICs ولكن لكل فرع من هذه الأفرع، اختصاص معين ودراسة معينة يطول شرحانها منطقة للفقرة الأهم، لماذا المتحكمات الصغرية؟ طبعا كما نلاحظ هنا العديد من الـ Decoderase، ALU، Kernel، والعديد من الـ ICات المتحكمات الصغرية نشأت لتجميع هذا الكم الهائل من الـ Digital ICs لدمجها في Digital IC واحدة، أي أننا، وفرنا العديد من الـ Hardware بقطعة صلبة واحدة، هي المايكرو كونترولرز، باختلاف أنواعها، مثل هذه الدارة هي دارة لتطبيق قامل معين، ولكن نلاحظ ظخامتها، يمكننا اختصار كل هذه الـ ICات في مايكرو كونترولر واحد، طبعا الشكل الآخر، مثال آخر عن هذا الموضوع بعد أن عرفنا مايكرو كونترولرز، يجب أن نعرف ما هي المايكرو كونترولرز، طبعا يوضح الشكل أحد متحكمات العائلة AVR من الشركة إيتميل، ويوضح بعض خصائص التي تدعمها العائلة AVR، طبعا في العائلة AVR نلاحظ وجود كأي معالج، بروتوكولات الاتصالات، كاليوزر، الـ SPI، طبعا وجود ذواكر، نواة لمعالج، نلاحظ أيضا وجود محولات من الانالوج للديجيتال، نلاحظ أيضا وجود تايمرز، بعض الخصائص الأخرى كالLCD انترفيس، وبعض الخصائص التي تدعمها، ولكن هي ليست من اختراع واكتشاف AVR كتقنية الجيتاك الآن سنتحدث عن معيارية تصميم بنيت المعالجات طبعا معيارية تصميم بنيت المعالجات مرت بعدة مراحل، كان أولها معيارية الفانيومان وهي التي تعتمد على وجود ناقل وحيد لنقل التعليمات والبيانات بين الذاكرة الوحيدة ووحدة المعالجة المركزية أي أننا عندما نريد تطبيق أي تعليمة، هذا الناقل يقوم بنقل التعليمة، ثم إحضار البيانات، إجراء العمليات ضمن الـ CPU، ثم إعادة الكتابة عبر نفس الناقل الكثير من الوقت الضائع، الكثير من الجهد الضائع لذلك ظهرت معيارية الهارفورد معيارية الهارفورد تعتمد على وجود ناقلين منفصلين أحدهما لنقل التعليمات والآخر لنقل البيانات وتختلف ذاكرة البيانات عن ذاكرة التعليمات حيث يقوم خط نقل التعليمات بنقل التعليمات فقط لا يمت لنقل البيانات بأي اصeder وبالتالي وفرنا في الوقت تمت عملية القراءة التعليمات والبيانات في نفس الوقت انتهينا الآن من الكلام عن معيارية تصميم بنيت المعالجات ننتقل الآن لتصميم بنى المسجلات في المعالجات طبعا هناك ثلاث عوائل من المسجلات التعليمات في المعالجات شجلات التعليمات في المعالجات تعني عدد تعليمات في اللغة السيمبلي التي يمكن للمعالج تطبيقها أو لنقل بالمعنى البسيط فهمها أول عائلة هي عائلة الريسك تحوي من ثلاثين إلى مئة وثلاثين انستركشن السيسك من مئة وخمسين إلى ألف انستركشن والمسك من خمسة عشر إلى ثلاثين تعليمات السيمبلي حصرا ننتقل الآن إلى مقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات كما تكلمنا سابقا ايت بيت سنقارن بين العائلات الموجودة متواجدة في السوق كعائلات الـ AVR شركة ايتميل المعالجات AT51 من شركة انتل البيك من شركة مايكرو تشيب والـ HTC 11 من شركة موتوريلا طبعا أول المعالجات ظهورا كانت معالجات الـ AT51 من انتل المعالجات الصغرية تكلم الآن وليس المتحكمات مايكرو كونترولر وليس المايكرو بروسيسور طبعا لنفصل أكثر بالفرق بين هذه العوائل نتكلم أولا عن البنية الأساسية وهي الـ Harvard للـ AVR One Neumann للـ Intel المعالجات الـ 51 Harvard للبيك وOne Neumann للـ HTC 11 طبعا كما تكلمنا سابقا فإن بنية الـ Harvard هي أفضل وأسرع وأوفر من بنية الفانو نيومن ثم ننتقل إلى تقنية النوات تقنية النوات تعتمد العائلة AVR على تقنية الـ Risk بينما تعتمد العائلة Intel وعائلة متوريلا على بنية السيسك طبعا البك أيضا عن الـ Risk نبدأ الآن في مميزات التي تميز AVR عن غيرها لماذا اخترنا عائلة AVR وضعا عن غيرها أولا تردد التشغيل الأعظمي للـ AVR هو 20 ميجا هيرتز نراحل وجود 24 ميجا هيرتز لعائلة 851 لكن هذا لن ينفعها في التمييز لما سنجد في المستقبل الفرق الكبير الذي تقدمه عائلة AVR طبعا عائلة البك أيضا 20 ميجا هيرتز و HTC 11 فقط 8 ميجا هيرتز الآن المميزة الأجمل لعائلة AVR وهي تنفيذها لتعليمة السيمبلي واحدة في كل نبضة في كل نبضة من نبضات الـ 20 ميجا هيرتز إذا شغلنا المتحكم على تردد مثلا 8 ميجا هيرتز ففي كل نبضة من نبضات الـ 8 ميجا هيرتز تنفذ تعليمة السيمبلي بينما عائلة 8051 تنفذ تعليمة واحدة كل 12 نبضة بينما عائلة البك 4 نبضات لكل تعليمة و عائلة HTC 11 8 نبضات لكل تعليمة طبعا تفصيل أكثر عائلة AVR تستطيع أن تنفذ 16 مليون تعليمة في الثانية 16 مليون إنسراكشن بر سيكند بينما عائلة 8051 مليونين تعليمة في الثانية و عائلة البك 5 مليون تعليمة في الثانية و عائلة HTC 11 مليون تعليمة في الثانية أما عن عدد التعليمات فكما تكلمنا فإن العائلة AVR تتبع لتقنية RISC أي حوالي 130 تعليمة 8051 مليون و خمسة عشرة تعليمة البك 32 تعليمة و الـ HTC 11 مليون حجم ذاكرة البرامج في عائلة AVR هو 256 كيلو بايت وهو الأكبر بين عائلات المتحكمات و عرض ناقل البيانة التعليمات فعالة AVR هو 16 بيت وهو الأكبر أيضا بين عائلات المتحكمات الآن ننتقل لنخصف أكثر في العائلة AVR طبعا العائلة AVR قبل الانتقال إلى التكلم عن الثواكر في المتحكمات العائلة AVR سنتكلم لماذا هي معتمدة أكثر صناعيا دون أن ننغيرها أولا العائلة AVR تناسب البيئة الصناعية سنتكلم على هذا الحق إن شاء الله العائلة AVR هي الأسرع بين مثلاتها هي الأكثر مرأمتها للعمل على أرض الواقع بينما عائلة البيك مثلا تعتمد أكاديميا للتعليم لتعليم برمج المتحكمات الآن سنتكلم عن الزواكر في متحكمات العائلة AVR طبعا معظم المتحكمات العائلة AVR وهذه الأنواع من الزواكر المدمجة هي ذاكرة البرنامج لفلاش ميموري ذاكرة المعطيات EE بروم وذاكرة البيانات الـ SRAM طبعا ذاكرة البروغرام ميموري وهي الذاكرة التي يحفظ عليها العمل أثناء برمجة المتحكم بينما الذاكرة EE بروم نقوم بحفظ عليها البنات التي لا نريد أن تتغير معلومات ثابتة سنتطرق هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله والرام هي ذاكرة الـ Data نريد تحفظ قيمة معينة المتغير معها ستحفظ في الـ RAM أو Data Memory طبعا قمنا نلاحظ عرض الفلاش ميموري هو 16 بيتس الرام والـ EE بروم 8 بيتس نتكلم الآن عن متحكمات العائلة AVR طبعا هي منتجات شركة إيتمن الأمريكية ونتجة عام 1990 تعتبر من أكثر متحكمات انتشارا تستخدم البنية RISC وهارفورد تتميز بالأداء العالي والطاقة المنخفضة ينفذ معظم التعليمات البالغ عددها 132 تعليمة خلال One Cycle تستطيع أن تنفذ حتى 20 مليون تعليمة في الثانية الواحدة وأهم ميزة وهي الـ ISP إمكانية برمش لمتحكم دون فصله عن النظام طبعا ما يميز عائلة AVR عن غيرها عادة ما تكلمنا عنه سابقا هو ميزة الـ ISP ما هي ميزة الـ ISP بعد أن قمت بصناعة الدارة الإلكترونية وتصميمها وتطبيقها ووضع المتحكم ليقوم بعمله اكتشفت وجود خطأ معين في البرنامج فهل أنا مضطر لإزالة المتحكم عن الدارة ما يؤدي إلى تخريب أرجل المعالج؟ لا، توفر عائلة AVR ميزة الـ ISP كل ما علي فعله وصل مبرمجة المتحكمة على الدارة التي صنعتها ويمكنني أعادة برمجة المتحكمة وهي على الدارة دون فصلها دون تعريض المتحكم للتخريب الآن ننتقل لقراءة تكويت متحكمات العائلة AVR كما نعرف IIC موجود عليها شعار الشركة وبعض الكلمات وبعض الرموز التي تدلون على عمل هذه الـ IC كما نلاحظ هنا وجود الـ ولكن ماذا تعني هذه الألفاظ؟ أولاً AT-MEGA-32AB X سنتكلم عن ذلك يعني X أولاً AT هي اختصار لكلمة HTML وميغا هي رمز لعائلة المتحكم ضمن عائلة AVR حيث هناك عدة عائلات أولها الـ 90S والـ AT&E والـ طبعاً الآن يوجد عائلة X-MEGA هي عائلة لا أظن أنا ستدخل إلى أسواقنا قريباً بسبب قدراتها الهائلة جداً طبعاً إذا إذا توجهنا إلى موقع الشركة وهو ما أنصح به الجميع ودخلنا إلى عائلات بتحكمات منيبيت نلاحظ وجود AVR X-MEGA ونلاحظ وصفهم لها بالـ Extreme Performance طبعاً تدعم العديد من الميزات كالبيكوباور سليبوكينج الـ DMA الميغا التي سنتكلم عنها الـ 8 MEGA تدعم العديد من الخيارات كالكيو تاتش سليبوكينج الإي بروم والعائلات الأخرى كالتايني تيني والـ 8090 هذه ليست العائلات الوحيدة ولكنها الأكثر انتشارة هناك عائلات مختصة بالـ هناك عائلات مختصة بشاشات اللمس هناك عائلات مختصة بالـ طبعاً شركة AVR تعتبر الرافض الرئيسي لعائل المتحكمات مع أنها ظهرت متأخرة عن العائلات الأخرى ولكنها استطاعت بزمن قليل تقليص الفارق بينها وبين الشركات الأخرى وإثبات نفسها في السوق بسبب سبب تزويدها للمستهلك أو للمستخدم بالعديد من الميزات وتطبيقها لأحدث البروتوكولات والخدمات التي تكلمنا عنها كالجي تاك والاس بي آوي والوزارد نكمل الآن قراءة تكويت متحكمات ماذا تعني 32A طبعاً 32 هي عبارة عن فلاش سايز 32 كيلو بايت أما الأي طبعاً الأي هي العائلة الحديثة في السابق لو أمسكنا أحد متحكمات العائلة AVR لكنا قرأنا مثلاً 8Mega 32L L هي عبارة عن استهلاك المنخفض للطاقة Low Power وهي لم تعد في طور التصنيع 32 بدون أي رمز لم تعد في طور التصنيع بينما المتحكمات الأحداث من العائلة أتي ميجا حصراً هي مثلاً 32A طبعاً نتجه الآن إلى PX ماذا تعني PX PX إما أن تكون BU وهي تكون يكون متحكمة من الشكل DEEP ذو الأرجل الكبير أو أن يكون من الشكل SMD عندها نقول AU طبعاً هذه بعض أشكال المتحكمات هذه هي العائلة BU أو البي ديب ذات الأرجل والشكل الكبير وهذه عائلة SMD أرجل صغيرة وحجم صغير نلاحظ بعض أشكال بتحكمات الأتميقة هنا الأتميقة 128 128L وأتميقة 128A وهي الأحداث الآن نضرع عمي على البنية الداخلية المتحكمات العائلة AVR داخل المتحكم AVR ماذا يوجد؟ طبعاً المفروض في نهاية الدورة أن تكون كل هذه المفاهيم قد استعبت شكل كامل نحن نتطرق لها الآن سنمر عليها مرور الكيران طبعاً هذه الصورة توضح أهم التقنيات للتعامل معها متحكمة AVR كالجي تاك انترفيس الفلاش ميموري الالسي دي انترفيس A2C A2D كونفيرتر برتكولات الاتصالات العدادات والتايمرات المقاطعات و منافذ الداخل والخرج والبنية الداخلية لعداد البرامج والALU والرام وهي البنية الموجودة في أي معالج الآن نتوجه إلى قراءة الوثيقة الفنية للمايكرو كونترولور أو الـ Data Sheet طبعاً تعتبر الـ Data Sheet هي أهم وثيقة يمتلكها المهند حيث أنه لا يستطيع القيام بأي عمال قبل البدء بقراءة وثيقة العنصر الذي يستخدمه طبعاً هذا الـ Data Sheet هو عبارة عن Data Sheet الـ Mega 16 والـ 16L نلاحظ سر تسريع لكل الذي تتكلمنا عنه سابقاً بصفحة واحدة الميزات High Performance Low Power العائلة Risk 131 Powerful Instructions 131 تعليمة 16 مليون تعليمة بالثانية 512 بايتس 1 كيلو بايت 1 كيلو بايت إنترنال اسرام 16 كيلو بايت Flash Memory 3 جامعة 4 تقنية G Tag 5 دعم تقنية GTac 8 أوع تقنية 9 أجهزة الطرفية 10 كاملاد你看 10 كاملاد 10 وخصائص خاصة بهذه المتحكمة 10 كاملاد 1 الصعام 9 كاملاد 10 اكتون ıp المقاطعات الخارجية والداخلية ستة أوضاع للخمول كالايدل ادسي نويز ريدكشن بور سيف وغيرها طبعا الكلام الآن عن عائلة اتميك 16 المداخل والمخارج 32 مدخل ومخراج 40 رجل اشتركوا في القناة